الشان الفلسطيني حيث أعلنت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد إسماعيل جرار البلغ من العمر 31 عاما خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في منطقة وادي برقين في مدينة جنينة المحتلة وهدمت خلالها ثلاثة منازل بالكامل وآخر بشكل جزئي مدعية أنها تستهدف الخلية الفدائية التي قتلت مستوطنا غرب نابلس يوم الأربعاء الماضي نتابع هذا التقرير عملية عسكرية هي الأضخم منذ فترة طويلة بدأت مع منتصف الليلة الماضية واستمرت حتى العاشرة صباحا ليجد الفلسطينيون في مدينة جنينة المحتلة أنفسهم أمام دمار وهدم طال ثلاثة منازل بالكامل هي لشهيد قسمي اغتيل عام 2002 وهو نصر جرار ولشقيقيه فيما دمر منزل شقيقه الثالث بشكل جزئي 11 لربع سميت صوت طخ كثيف ما عافتش شوين في المنطقة قريبة علينا بس أنا ما عافش شوين أحكي لك شوي بيحكوا البيت محاصر ما عافتش بيت مين يعني أنا بيت محاصر بيت مين مي كل قرابة بعض يعني بعدها نبلش وطخ علينا عرفنا أنه يعني لازم نطلع طلعنا واحد يعني أنا وبنتي والبنت بس طلعنا فيه شاب كان مستشهد يعني أنا اتوقعت أنه ابني لأنه لا بالسترة وقفش أنه هو بلا لا هو بحكيه لأنه ابنك أشكر كتير مش هو الاحتلال ادعى أن العملية تستهدف الخلية المسؤولة عن عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطن غرب نابلس الأسبوع الماضي فيما تضاربت الأنباء حول هوية الشهيد الذي ارتقى خلال العملية حتى حسمت وزارة شؤون المدنية الفلسطينية الأمر وأعلنت أنه الشاب أحمد إسماعيل جرار البالغ من العمر 31 عاما بعض المواقع العبرية دعت بوجود شهيد ثاني بحوزة جنود الاحتلال بالإضافة لاعتقال آخرين فيما أشارت لأن أحد أعضاء الخلية لم يتم اعتقاله ولم يعرف مصيره هدو داري وهدو البراكس هاي هذا كوه روح شوف عليه وهدو دار نصر وهدو دار علي طيب شو ذنب علي؟ شو ذنب أنا؟ هدو داري؟ شو ذنب دار نصر؟ مهمة الشو الوسيلة اللي بيتبعوا فيها كاعدين؟ كيف بفكروا؟ كيف أسلوبهم المخابراتي؟ كيف أسلوبهم العسكري؟ بفهمش قوات الاحتلال كانت حاصرت المنطقة وحولتها لثكنة عسكرية فيما أفاد شهود عيان عن حصول اشتباك بين جنود الاحتلال والفلسطينيين الذين لم يعرف عددهم أو منهم قتل وهدم وتدمير هي أحدثيات ليلة عصيبة عاشتها مدينة جنين خلال عملية عسكرية دعا الاحتلال أنها تستهدف الخلية المسؤولة عن مقتل مستوطن في عملية فدائية غرب نابلس الأسبوع الماضي من مدينة جنين المحتلة حافظ ابو صبرا رؤيا